اخوتي و اخواتي العزاز السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وارزقكم ربي الفضل والتسير وارزق بكثير القصة هذه النارة ستبدأ احداثها من مدينة كازا ونبدأها بتاريخ 24 من شهر 5 من عام 2007 بالضبط مع 6 الأشياء البوليس ستوصل الى اتصال على الرقم 19 سيعدمهم واحد السيد الذي يواقع جريمة قتل في نفس الحمل الذي يساكنه فيها طبيعة الحال هذه البلاغات البوليس يتعاملون معها بجدية كبيرة مباشرة انتقل العميد وانتقلت معها احتوى الفرقة الأمنية لكي يتأكدوا من صحة هذه البلاغ وغير وصلوا للعنوان التي أعطاهم السيد لكي يجدوا الناس مجموعين قدامه واحد دار بواحد طريقة عشوائية هنا العميد غيشة في هذا المنظر ذلك الساعة انزل من طبيعة البوليس وبدأك يفرق في ذلك التجموة فرقه لكي يدخل الدار لكي يرى ما يوقع فيها ثم عندما يدخل عيشوا في مره وبنتها طيحن على الأرض وكلهم دمائيات كان باين بالتعرض لعدة طعنات على مستوى على الجسم العميد قبل أن يدخل أي شيء مباشرة تصل بالناس للشرطة العلمية لكي يأتيوا على وجه الصرح أو يبدأوا في الخدمة وفعلا وفعلا لم يدخل الكثير من الوقت ضغياء التحقوا ومسرح الجريمة ومن المعاينة التي تدخلوا على الجثة من المعاينة التي تدخلوا على الضرح تهيئة لاحظوا البقعة كبيرة للدم أحد الباب الذي يخرج للزنق وكان غالي الآثار للدم حتى الوسط الضر بالضبط فين كانت الجثة المرأة الكبيرة هذا الشيء خلقنا لفوليس يستمجب للضحية لقيت ضعنة أحد الباب ومن بعد حاولت أنها تهرب للداخل ومن المعاينة وصلت إلى الوسط للضع تبحث هذا القاتل وصدد لها الطعنة الثانية والطعنة الثانية هي التي كانت قاتلة وهي التي خلتها جداً هامدة أما الضحية الثانية وهي بنت في أواخر العشرينة من أمرها والبنت كان يحوز بكوزينة وحتى هي متلقة بزارة طعنات في جسمها ولكن الحاجة التي لحظتها الشرطة العلمية على هذه الجثة التي تجدها على هذه الجثة توجد بهم هو أن الحجم أو العمق من الطعنات كان مختلف في الجسم الضحية مختلفة سواء من الحجم الجرح أو العمق يعني شحال داخل في الجسم الضحية لا يوجد من الطرق في مصرح الجريمة يقلب بدقة على أمان يجد دليل جنائي الذي يجعل المجرمين يجعلهم وراه يجعلهم ولكن للأسف يجعلهم الضحية كاملة وقنت بشكل لا يجعلهم أي شيئا لتفيدهم في البحث فقط أن الماريو الذي يجعل هو الذي يظهر أنه مرون وهذا خلال البوليس يشكو أن الجريمة وقعت بدافع الصرق ولكن الذي كان غريب في الأمر هو أن الماريو كان مرون ماذا يعني هذا هذا يجعلهم منهم قد غالبا الشخص الذي قتل الضحية يكون مقرب لهم كيف يعرفهم وكيف يعرف الضعر ممزيين هذا الشخص أعرف جيد في كين الفلوس أعرف جيد يمكنه ذلك فاذا يقصد لأنه لا يقصد فهنا يجعل ماريو تخذ ذلك يجعله واختي فقط ومبسؤوت ولكن الذي يتأكد لهم هذا الشيء هم البيبان والشراجم للدار سواء البيبان أو الشراجم لم يكن فيهم أطار العلف لم يكن فيهم أطار التراث إذا إما الجاني عنده السوارت أو الضحية هو الذي يفتح له الباب واحد من الضحايا يكون يفتح له الباب من الذي يتعرف عليه المهم من بعد ما رفع الشرطة العلمية قاعد أدلة مشكوك فيها وخذوا البصمات ورسلوا الجثة المستودع البلدية للأموات لكي يرونهم الطبيب الشرعي لكي يعرفوا الأسباب والمنابسات في هذه المجدرة ومن هذه اللحظة ستبدأ الخدمة للضابط القضائي أول واحد يبدأ يأخذ الأقوال له طبيعة الحال وبحال ديما هو الشخص الذي يبقى في هذه الجريمة هذا السيد كان اسمته يحيط في عمره 40 عام سأخذوا العامل وقالوا كيف حتى وجدت هذا الناس مقتولي يحيط ما سيقول قالوا أنا عندي حاند في هذه الحومة حاند في المواد الغذائية ومن الذي تقوم بقضاء ومن الذي تقوم بقضاء قد سمع خطس الضحية وخارجت الزنقة وقالت تغويت وكانت تغويت بطريقة هستيرية وكانت تفشع علىها ومن ثم تجد درجة جيدة كمية ومن الذي يجعلني نقصدها ونرى ما هو واقع ومن الذي وصلت حتى كانت تفاجئ بجريمة قدامي من أبشاع مائكو قد سيئ ذلك يقول البوليس بل المنظر اللي شفيه الضحية أعمروا سوف نساف حياته كاملة المهم من بعد بحث طويل مع إحيا أعرفوا من اللي الضحية اسمتها نايمة ضحية فعمرها تعلستيناء بنتها اللي مقتول أحدها اسمتها مروة فعمرها تمنية عشيناء حاجة أخرى أعرفوها البوليس هي أنها نايمة كانت شوافة كانت مشعودة ومهروفة في ذلك الحومة وحتى الصمعة لها مع الجيران كانت صمعة خيبة وخيبة بثارة السيدة كانت تمارس الشعوهد قدام عينيهم السيدة الداخل عندها كثير من الخارج وهذا الشيء الذي يجعل الناس وحتى البوليس يفكرونه بثارة الإحتمالات قالوا يمكن هذا الشوافة قضعت على شيء واحد أو ضمرت له حياته ربما هذه السيدة أدت شيء واحد بشيء طريقة من الطرق وهذا الشيء الذي يعرف أنها أدته قرر أنه ينتق منها ويقتلها هي وبنتها من الذي يقتلها؟ أمشى لدك الماريو قرر أنه يهم الناس الذي يدفع الجريمة هو السرقة المهم العميد الذي يكمل البحث معي مباشرة لا يمكن أن يأخذ الأقوال لأخت الضاحية أخت الضاحية كان اسمتها رابعة فأمرها 51 عام السيدة تقول لبوليس مرة مرة تأتي بطلع أختها في دارها تأتي بزعمها تحيي معاصلة الراحم واليوم بحال العادة قلت لي هوم جيت نطلع أختي جيت نشوفها حتى كانت تفاجئ بالباب ديال الدار مفتوح وهذا الشيء طبيعة الحال ماشي من العوايد ديال أخت ناعمة أخت ناعمة أراجلها توفش حال هذه وبقات هي عيشة في الدار غيهي وابنتها وذلك شعلاش كانت شوية أخوافها وديما كتستد باب دارها ديما كتطرق للسرور حتى لهذا النهار كان لقى الباب ديال الدار ديال الختي مفتوح مشرع وهذا الشيء اللي خلاني ندخل ونشوف ما هو واقع من اللي دخلت كان نشوفوا قدامي واحد المنظر اللي ما عمرك كانت توقع نشوفوه لحتيت طهلية في البعنة قلت لهم بكثرة البشاعة ديالك المنظر خرجت كان غوت بواحد طريقة هستيرية حتى تجمع لي الجيران ديالهم وهذه الجيران رهما اللي علموكم هذا الشيء اللي واقع قلت لها العميدة رجعوا سبولها وقال لها وش بالصحتك كانت كتمتاها انت شوفت كانت كتدير الشعوه هذا قلت له هيا هذا الشيء مع النقروش هذا الشيء بالصح أختيه ما كان عندها حتى شيء واحد اللي يصرف عليها ولك الشيء كان هذا هو باب رزق ديالها هذا هو مصدر الدخل لكي تعيش هي وبنتها المهم من بعد بحث معمق عرفوا من هذه البوليس ما كان عندها مشكلة لم يعدها شيء واحد وخجر يعني الناس لم يكن لديهم معها لم يكن يحملها ولكن كانوا كانوا يبعد بلا نعلب لها ويمكنت هذه المعلومة الوحيدة التي وصلوا لها البوليس والأسف احتهاد المعلومة ما فدتهم بحثة شيء لا يمكن أن يصل لها رأس الخيط اللي غادي بدون منه البحث في هذه القضية واللي غادي زيدي عقد الأمور كتار وكتار هي أن الضحية كانت كتعرف بزاف ديال الناس وحتى الضار ديالها عيكونوا كيزوروها بزاف ديال الناس وغادي يكونوا فيها بزاف ديال البصمات وهذا شيء أكيد هو اللي غادي صعب لهم شوية البحث غادي صعب لهم يحدوا الهوية عدية الجاني أو الجوناس ولكن وخال البوليس كانوا عارفاً بالله البحث سيأخذ لهم وقت ومجهود كبير ولكن خدمتهم هذا ما سيستسلموا لدرجة سيبحتهم مع قاعد العائلة ويبحتهم مع حتى العائلة الرجل والأسف خادروا هذا المجهود وخادر ابو تامرة مرة أخرى ما سيصلوا لهم حتى معلومة جديدة لتقدر تفيدهم في هذه القضية البوليس مليشة فراثهم حتى تقدم في بحثينهم قالوا تقرير الطبيب الشرعي والتقرير بصمات يخرجوا يعني البصمات من عقارنهم مع قاعدات البيانات اللي عند البوليس كانوا تقريروا يقولوا يلقوا هذا شيء جديد ليفيدهم ويعونهم يفكروا لغز هذا القضية المهم من بعد ما دادت تقريبا 44 يوم يعني شهر ونص خرجت تقرير الطبيب الشرعي وخرجت حتى تقرير البصمات تقرير الطبيب الشرعي كانت توقيت الوفاة كان في نفس النهار الذي يلقوا فيه البوليس السبب الوفاة كان هو الطعن بأداة حادة ولكن الحاجة التي سيؤكدها التقرير بالصح وأن الضحايا تقتلوا بأدوات حتى مختلفة الحجم والشكل يعني احتمال كبير يكون جوجد الناس هم التي قتلوا الضحايا كانوا هذه المعلومات المفيدة المفيدة التي يجبهم على التقرير هذا أما بالنسبة للتقرير البصمات رب فعلا هذا الشيء الذي كنا توقعينه هو الذي تذكر فيهم يعني الضحايا كان فيها الكثير من الناس كانوا يدخلون لتنم أكثر البصمات كانوا يرجعون العيالات نسا وهذا الشيء الذي خلال البوليس يفكروا الكثير من الاحتمالات كانوا يقولون ما هي الجونات التي قتلوا نائمة مما من نفس الناس التي يأتي لها كما هي كريان كما يكون ذلك تقريبا التي جاء عندها الدار وتدنوبة ربما 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 وعندها لأني من تأكد سوف يبحثون مع العيالات التي لقوا البصمات لهم كاين في مصرح الجريمة يعني كاين في الضار الضحايا وهذا البحث سوف أخضرهم وقت طويل سوف أخضرهم تقريباً مدة شهرين يعني كما قلت لكم مصرح الجريمة كانوا فيه بزاف البصمات وكانوا يدخلوا له العيالات بزاف ولكن للأسف في الأخر أجل قاعدوا كل العيالات التي كانوا البصمات لهم تماما قلوا بأنهم لديهم حتى علاقة بهذه الجريمة ولكن ما سوف يوقع لم يكن البوليس توقعينه نهاية من بعد ما دازت سبع شهور على هذه الجريمة وبالضبط في تاريخ 26 شهر 11 من عام 2007 البوليس سوف يصلوا ببلاغ من عنده واحد سياد يقول لهم باللي القمارة مقتولة وسط الفيلا ديالها بوليس مباشرة انتقلوا التماما مرفوقين بقاعد أجهزة الأمنية ترى التماما لكي يرى فعلا ما هو واقع وفعلا سوف يصلوا إلى التماما لكي يلقى واحد سيدة التي تكون في الثلاثينات من عمرها هذه السيدة مقتولة وسط الفيلا ديالها وغارقة في دمائيتها السيدة كانت تباينة حتى هي مطلقية بزاف ديال الطعانات على مستوى الظهر ديالها المهم من المعاينة المبدئية اللي دالوا البوليس على الفيلا لقوا كل شيء ما زال في بلاستو كل شيء محتاط كما كان اللي بتنعاته هو اللي كان المقلوب سفاعل علىها خصوصا لماريو يعني غالبا الدفع ديال الجريمة حتى هو السرقة حاجة أخرى لاحظوها البوليس هم عدتان البيبان ديال الفيلا واشتراجم ديالها حتى هم ما مهرس فيهم تشيحاج ما فيهمش الأطار ديال العنف الشرطة العلمية من اللي كملت الخدمة ديالها من اللي رفعت قاع الأدلة الجنائية المشكوك فيها من اللي رفعت قاع البصمات اللي كانت في مصرح الجريمة اللي جوتات تختار لهم صور احترازية من مختلف الوضعيات لكي قدروا يقرأ مصرح الجريمة واترسلوا اللي جوتات المستودع البلدية للأموات للطيب الشرعي لكي يدع لهم تشريح خاصهم يعرفوا أسباب وملابسات هذه الجريمة في هذا اللحظة البوليس سيبدو يأخذوا الأقوال من عند هذا السيد اللي بالنخم الجريمة ما كونه هو؟ هو الزوج للطاهية هذا السيد اسمته اسماعي فأمره 41 يقول البوليس بأنه يعمل في مدينة تمركش في السيمنة كامرة ويعمل تعمل فأمره يأتي يحتل وكان دعا يأتي لداره ولكن يبقى على تواصل مع مرته يتصل بها يوميا لكي يسول فيها قال له يحتل يوم الصباح ما الذي كانت تتصل بها بحل عادة مراتي راضية لم يكن تتجاوب في الأول ما قال له قال يمكن أن لا تسمع تليفون يمكن أن تخرجت للحانوت لكي تسخر يمكن أن تتصل بها قال قليلا ونعاود أرجع عاود نتصل بها ولكن بعد مدى الساعتين أرجع تتصل بمراتي راضية مرة أخرى التليفون دياله وكي سوني ولكن هي لم تتجاوب نهاية وهذا الشيء يجعل الشك يدخلون جيدا وهذا الشيء يجعل الله يتشوش عليها ديالك الساعة مباشرة تتصل بمنسيبته ممي المراته قال له أنا من صباح وانا كانت تتصل براضية ولكن لم تتجاوبني والله يجازك بخير سيري عندها سيري عندها الضار وشوف نواقع معها طبيعة الحال الأم غير سمعت هذه الهضراء حتى هي تتشوشتها لبنتها النسيبها من الذي قال له هذا الهضراء تقلقت خافت تقلقت وانا كانت تتشوشتها لما هو واقع ولكن من الذي وصلت إلى الدار حتى هي عيات تضق في الباب وعيات تصوني في الهاتف ولكن بنتها لم تتفتح لي هذا الهاتف الأم التي أرى أنها لم تتفتح لي هذا الهاتف من التي أرى أنها لم تتجاوبها نهائيا في تليفونها وعيات تحسن أنها تشوشتها لبنتها من أجلها وعيات تسوشتها لأسماعيل الآن درابة لذلك درابة لتحصل سأذهب لكي تحللنا الباب سأقلبي واكلني سأشعر بأن ابنتي وقع لها شيئا في قلب الضعر سيد سمحض الهدراء مباشرة ركب على موبيلته وقصد مدينتكازها سوف يصل إلى فيلا ديالو سوف يفتح لها بابها يقول السماعيل بالليل هذا المنظر الذي شاهد هذا المنظر الذي كان فيه مراته سوف يمشي له من الذاكرة سوف يقدر إنساء في حياته حتى يموت سماعيل يقول بأنه شاهد مرته طائحة في الكوزينة وكل هذه المعيات سيد من اللي على رأسه من اللي يستوعب فعلا هذه الكارثة اللي وقعت مباشرة بالتليفون وتصل بالبوليس علمهم بهذه الجريمة وعطاهم العنوان دياله مهم العامدة من اللي يستمع لسماعيل يقول له الشك في شواهات اللي من مصلاح توقت المراتك مثلا شيء واحد اللي عندك أنت معها عدوة سواء في حياتك العادية أو في الخدمة ويكون تقم منك في مراتك سماعيل يقولون بالعكس أنا ما عندي مشاكل لا مع الناس ولا مع مراتي أنا ومراتي الله تزوجنا هذه عامية والحمد لله أنا وياها سمن على عسل ما عندي مشاكل نهاية أنا مفاهمة ومراتي بزاف أما بالنسبة للخدمة ديالي حتى هي ما عندي فيها حتى مشاكل مع هذا شيء واحد عندي واحد لوطات الصغير قريب من جمع الفناء واحتخدم تيرها بعيدة كل البعد عن المشاكل كان خدم غير مع الناس البرانيين وغالبا غير أجانب ولكن إذا كان هذا الكوبل يعني هذا المنافراج لها عايش بياخر ومعندهم تم مشكلة معندهم صداع التمع شي واحد ماذا سيكون قتل هذا السيدة؟ ماذا سيكون دار في هذه الحالة؟ هذا هو السؤال الذي كان يدور العامية في رأسه ماذا عندي؟ سيطلب من سماعيل لكي يقلب داره ويشوف ماذا حاجة مصروقات المولى وفعلا لا أسمعي لكي يقلب دار قنت ويقلب ويستوصل البيت من عزه هنا سيؤكد البوليس بأن سامسونيت المراته سامسونيت اللي كانت تضع فيها الدهب لها لم يكن في داره العامية يتأكد بأن الدافع الجريمة هو الصرقة في هذه اللحظة بدأك يدور في الفيلة كاملة على أمل أنهم يلقوا شيئا لتوصلهم للجاني اللي تقربهم من المجرم حيث غالبا الشخص اللي سيرتاكب جريمة قتل بدافع السرقة رافع في الأصل إنسان غبيل وأكيد سيكون خلام مراشي دليل اللي يوصل له البوليس مهم في هذا الوقت اللي كان العامية يدور في الفيلة لاحظ بالليد دار في هالريحة مجداد يا المواد التنظيف يعني بحل إلا كانت الفيلة يالله تسيقت يالله تنطفت وهذا الشي هذا هو اللي خلاه يمشي يسول رجل ضاحية هذا اسماعيل هذا يقول لهم ماذا عندكم شي بنت كتتعاونكم في هذه الشقة ولا علا سماعيل يأكد لهم باللي ما مخدمين معهم حتى شي وحدا قال لهم فاشكتب غير مراتي تجيب شي وحدا اللي تعاونها في الشقة ممكن تكون عندها تأمارات سياق أو تصبان أو غصير المانطات وذلك الشي تتمشي الموقف وكتجيب معي شي وحدا من اللي تسالي مع الخدمة في العشية كتتخلصها وكتسيفتها لحالاتها العاميد عود رجاءه سول قال له امتى آخر مرة جابت مراتك شي وحدا لكي تعاونها قال له السماعيل الصراحة لا أعقلك مزيح ولكن راضي البارح قلت لي يا رخصصات تجيب شي وحدا لكي تسيق لها هنا العاميد غيسم أحد الهضراء عرف بما يبدأ يوصر رأس الخيط في هذه القادية حي تشك بما يمكن هذه السيدة التي جاءت هذه الضحية تكون في ذلك الوقت هي التي كانت تجمع الفيلا وقشعة السامسونت بأن هذه البلزة الصغيرة فيها الدهب أو فيها الفلوس وهذا الشيء لكي تسرقها لكي تسرقها مهم كان هذا هو الاحتمال الذي يفكر فيه الكوميسيار كان هذا هو الاحتمال الذي يبقى معمر الرأس العاميد هنا أول شيء أدرى يخرج للشريع لكي يرى كاميرات المراقبة في ذلك الحي ولكن للأسف لم أجد كاميرات المراقبة ذلك الجزء كانت مازالة جديدة مازالة خوية والأغلبية المراقبة لكي تبنى الضيور مازالة على بعضياتهم ولكن اللي ترمي تباعدين هي أن واحد كانت مازالة فيها الخدمة ذلك كانت بقى فيها البناية وبقى فيها يعني 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 بقى فيها البناء بعيدة على الضرد الضحية بشي 300 مدر ثم قصد البناية لكي يسولها وشافوا شيء وحدة جاءت لها الضرد يعني شيء وحدة جاءت مع الضحية الضرد هنا في أقول لهم واحد من البناية باللي الصباح بنت لي واحد المرأة تكون عندها تقريبا 40 عام بنت لي خارجة من الفيلا ديال الضحية وغادة كتجري وخايفة وكتلفت مورها مهم غادة هاربا بمشي طريقة ماشي عادية يليهم كتجري مش هتركبت مع واحد سيد كان كيتسناها كان واقف في الموطور دياله وكتبها مورا ومشوا بحلاته العامد غيس محضرها سوف يبدو البلان طب من هذا السيد لكي يعطيه المواصفات الدقيقة لها السيدة يوصفها له بالتفصيل وذلك مهم العامد اخذ المواصفات لها المرأة أرجع أكد على الراجل وقال له ما الذي رأيت هذه السيدة وهو ما تقدر تعقل عليها أو لا هذا الراجل قال له ونعقل عليها ونعقل عليها مزيدة لأن نبقى تحاضيها لكي تجريد لكي تجريد هنا البوليس هو الحملة أمنية على قاعد البلايس الذي يوقف فيهم العيالات التي يخدموا في الديور قاعد البلايس الذي يفهم الموقف يوميا يوميا ويساولوا عن الإنسان الذي يعملون في الديور يوميا يوميا يساعدوا ويجروا ويأخذوا المواصفات التي قال لهم السيدة يأخذوهم مواصفات بالتفصيل على أمل أن شيء واحدة منهم تعرف عليها ولكن لأسف نحن واحدة من قدر التعرف عن الهوية ويبقوا البلايس مدة طويلة وهم على أدها كما تعرفون هذا مدينة كبيرة وكبيرة ولم يمكن أن يبحثوا في قاعد البلايس التي يوقفوا فيهم العيالات بحث خاص يأخذ وقت لا يمكن أن يكون مستمر في هذا الخدماء المدة 23 يوم بالضبط في النهار الآخر قال لهم سيدة في هذه المواصفات التي تعودوا عليها التي تقول لها ستطلق على جارتي نيشا وحتى هي ستأتي هذا الموقف هذا ستأتي مرة مرة ولكن مؤخرة لم تبقى تقريباً لكي شهر لم يجد آخر مرة كانت بانت فيها ستجدتها واحد المرأة بالطموبيل ديالها هزتها الطموبيل ودتها معها ومن ثم لم يرجى هذا الموقف أنا العامد سيسولها قال لها ما عقل على المواصفات التي تركبت فيها جارتك سيدقتهم صراحة لما كان عرش لما كانت الطموبيلات ولكن إذا كان عقلين فعلي ما عقل عليهم هو الطموبيل كانت صغيرة لأنسا واللون كانت صغيرة جميلة وحسن الحظ هذه المواصفات ستطابق تماما المواصفات ديالطموبيل ديالراضي الله رحمها ومن ثم الساعات طلب من العامد لكي أعطيهم للدار لها السيدة جارتها ستجدت سوف يصلوا إلى البوليس ثقوا عليها خرجت السلام عليكم السلام وماذا تنتهي فيها قالت لهم لها وما ماذا تكون لها قالت لها ستجدت لها وماذا تتعرف كل شيء وماذا تتعرف ماذا تتعرف المهم بلدوا معهم هذه السيدة هذه السيدة اسمت هناجية فمرة تحتارب عام ومفاجأة هي ستجد ستجد وماذا تتجد ستجد ستجد لها ستجد ستجد والضرب والجرح أنا أول سأجد لها سأجد تصوير الضحية وماذا تتعرف هذه السيدة او لا ستجد ناجية ستجد تصوير ماذا تتعرف السيدة لم أكن أعرف ماذا تتعرف العام الذي رأيتها تأكد مئة في مئة بأن هذه السيدة هي صاحبة بعوتها هذه السيدة عندها علاقة بهذه الجريمة مباشرة وماذا تجد صاحبتها وواجهوها معها هذه السيدة بدورها أرجعت تأكدت لهم بالفعل الناجية هي اللي مشيت معها وبطبيعة الحال البوليس قدوا لها الضربات والذي يزيروا عليها ضغية نهارت نهارت وعترفت لهم بكل شيء والصدمة الكبيرة هي من اللي ستتعرف لهم باللي هي ورجلها هما اللي قتلوا ناعمة الشوافة جريما لا ولا قتلوا ناعمة الشوافة هي وبنتها على حسب الأقوال الناجية أقوال اللي صرحت بهم والاعترافات ديالها كتقول باللي الظروف المادية ديالها صعيبة بزاف يا ورجلها يا ورجلها ما كانوا اشكل قوحة ما يأكلوا وهذا الشي اللي يجعلهم يفكروا في طريقة اللي يدخلوا منها الفلوس وخاصهم يدخلوا فلوس صحيحة لكي يتعلموا من الفقر الناس أصلا عندهم عقلية إجرامية مهم الحل الوحيد الذي يبقى لهم هو أن ناجية تمشي الموقف العيالات العيالات التي تتعلمها بسكنة في الدور وماذا تأتي عندها مرة لتعاونها تمشي ناجية عادي تتخدم وتهندز في الدار تتخدم وتسكني الدار كاملة تقلب هنا وتقلب وترى لكي العائلة لديها لا يسرق لا يتقلب اغلالات الفازة أو مال وتقلب أعيشة خفيفة والتي تكون تمانية لها غالي أو ذهب أو شيء من الشيء من الشيء من الشيء تستاهل تتكمل الخدمة ومن الشيء تتعاون جد على أساس أنه يعاونها في الجريمة التي تريدها في النهار الثاني ترجع إلى الناس التي كانت تخدمها تضطعها عادية للسيدة و تقول لها الله يجازك بخير أنا كتديزة من هنا و أنا مزيرة دعني ندخل طوالد الضحية تكون خدمتها تكون تعرف ناجية تتقف فيها و تقول لها مرحبا دخلي تدخل مباشرة تبحارج لها و يهجم على الضحية و يقتلوها و يهجم على الضحية من اللي يسالب يمسحوا البصمات و يخرجوهم مراد لكي لا يشاهدهم حتى شيء واحد طبيعة الحق هذا الشيء يفعله من بعد أن يخطوهم جيدا من بعد أن يدرسوا الخطة و يعرفوا أن الضحية تكون عايشة غيبوا حديثها و هذا الشيء الذي ناجيه لا يحتاج شقاع رجلها ارتاكبت الجريمة حتى شيء واحد من اللي قتلت السيدة أزد ذهب لي قيف الماليون و أخرجت في حالتها و يمكنت هذه الاعترافات الكاملة لها السيدة مهم بعد أن تقدمت المحاكمة وبالتاريخ 4 شهر 11 من عام 2009 سيحكم على القاضي بالإعدام سواء هي أو رجلها طبيعة الحالات الإعدام لا تنفل لدينا في المغرب يبقى الحكم مؤبد المهم الذي نوصيكم عليه هو الاتقاء لا تكونوا ديما تتخليها لا 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 تتخليها و يجعلنا خفاف و ضرافة على قلوبكم و يعطينا الصحة والسلام و طول العمر و الفلوس طالب طاغ 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 ترجمة نانسي قنقر